السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا قبل ما نتكلم عنها احبوا اضحل احنا عرضنا فرص مناح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. مناحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص الصفر الى خارج. وكنا عرضنا بعض المواخر من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. اضافة كنا افرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا. آآ من خلال عملية التقديم والابول وهي كانت فرصة تطوع في فيتنا مشاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفايزين في هذه الفرصة. وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والابول فيها حصرية عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزها. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من قناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسفولة. وحب انويل كمان ان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاهم موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خليني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في اندونيسيا. تمام? الدولة اللي هيكون فيها المنحة هي دولة اندونيسيا. دولة تطور من الدول آآ القوية الموجودة في الشرق اسيا. آآ بالنسبة للجهة المنحة هي محمدية يوجاكرت. تمام? آآ جامعة المحمدية في مدينة يوجاكرت. فدي برضو من ضمن الجامعات الممتازة وان ترتيبها على مستوى الدولة على مستوى اندونيسيا هي رقم خمستاشر على مستوى اندونيسيا. تمام? آآ وعلى مستوى العالم ترتيبها ترتيب كويس جدا. فبرضه جمع معترب بيها وجمع عالمية بيحلم الناس كتير انها تدرس فيها طيب بالنسبة ليه المرحلة الدراسية الموجهة لهذه المنحة المنحة دي موجهة لدرجة الباكالوريوس والماجستير والدكتورا يعني متاحة لجميع المراحل الدراسية اي مرحلة دراسية انت عايز تدرس لها متاحة في هذه المنحة ان شاء الله بالنسبة ليه التمويل في هذه الفرصة التمويل في الفرصة دي هو تمويل يعتبر كامل اول حاجة المنحة دي بتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان يعني انت مش هتدفع اي شيء خالص كل الرسوم الدراسية هتكون على حساب الجامعة تمام ده فطن هتوفر السكن الجامعي هيكون ايضا على حساب الجامعة هيكون في راتب شهري للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الراتب الشهري ده بالنسبة لدرجة البكالوريوس هيكون بعملة اندونيسيا مليون ونص روبية اندونيسية تمام وطبعا ده مرتب كافي يقدر يغطي لك المصاريف الشخصية نظرا ان كمان ان المعيشة في اندونيسيا مش غالية فبالتالي مرتب ده هيقدر يكفيك وبالنسبة لدرجة الماجستير هيكون في راتب شهري اللي هو اتنين مليون روبية اندونيسية تمام وبالنسبة لدرجة الدكتوراه هيكون اتنين ونص مليون روبية اندونيسية شهرية لدرجة الدكتوراه تمام ده بالنسبة للرواتب الشهرية اللي هتكون للطلاب طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة عندنا في هذه المنحة عندنا تخصصات كتيرة جدا تخصص الطب موجود الهندسة العلوم الاداة بالحقوق تعتبر كل التخصصات موجودة وعشان تعرف قائمة التخصصات كاملة انا هتطلقوا اللينك هنا هتيجي تضغط على كلمة هنا دي هيفتح معاك الموقع الرسمي للجامعة وهيفتح لك صفحة التخصصات تمام فده الموقع الرسمي للجامعة تمام وهنا هتلاقي تخصصات لكل مرحلة فمثلا مرحلة البكالريوس دي تخصصات تحتها كلية الطب موجودة فيها الفرماسي فيها طب الاسنان فيها الجراحة كلية السياسة العلوم السياسية موجودة كلية التربية موجودة كلية الزراعة كلية الحقوق كلية الهندسة فمعظم الكليات موجودة تقدر تختار التخصص المعيس بليك وتقدم عني ودي برضو ميزة ان هنا تخصصات كتيرة جدا او تعتبر كل التخصصات متاحة في هذه المنحة تمام اضافة ان تخصص اللغة العربية موجود الناس اللي حابة تدرس تربية مثلا اللغة العربية موجودة في الجامعة دي متاح لها آآ التاديم ان شاء الله طيب كده اتعرفنا على التخصصات دلوقتي بقى في ملاحظة هنا عندنا ان هذه المنحة ليس بقى حد اقصر لهم يعني لو سنك مثلا عشرين تلاتين سنة اربعين فيما فوق تقدر تقدم عن المنحة دي ودي الميزة انها مش بتلتزم بسن محدد تمام اضافة ان هذه المنحة لا تحتاج شارت لغة انجليزية عند التقديم لها انت مش مطلوب منك شارت لغة انجليزية آآ جوه تقديم متاح ان انت تحط شارت اللغة او لا يعني ازا معاك ممكن تحط شارت اللغة ازا مش معاك مش هتأثر وممكن عادي تسيب جزئية شارت اللغة الانجليزية ازا مش موجودة وبالنسبة لغة الدراسة فيها هذه المنحة هي اللغة الانجليزية هم هيتم تدريسك باللغة الانجليزية. تمام? اضافة هيتم يعطارك كرصات كده في البداية يعني زي شهرين كده كرصات عن اللغة الاندونيسية بحيث تقدر تتكيف مع البلد وتتعيش معها والدراسة هتكون باللغة الانجليزية. تمام? آآ لكن هم مش طالبين اي اثبات فبالتالي يعني ده مش هيكون عائق ليك لو انت بتعرف اللغة الانجليزية شوية وآآ ومش معاك شهادة لغة تقدر تقدم عادي جدا. تمام? طيب بالنسبة ليه الاوراق المطلوبة للتقديم في هذه المنحة? الاوراق المطلوبة هي صورة اخر مواهل دراسي حصلت عليه. يعني اخر مواهل دراسي انت حصلت عليه يعني لو انت مخلص سنوية عامة ترفق شارية سنوية العامة. لو انت مخلص باكالوريوس ترفق شارية الباكالوريوس. طب انت في اخر سنة من الباكالوريوس او السنوية العامة تجيب درجات السنة اللي قبلها. يعني انت مسلا في السنة الرابعة باكالوريوس تجيب درجات السنة التالتة. انت في سنة التالتة سنوي حاليا او تالتة بكالوريا مسلا تجيب السنة اللي قبلها. الدرجات السنة اللي قبلها كاثبات. تمام? مطلوب منك صورة جواز السفر. مطلوب صورة شخصية لك. السيرة الزاتية السي في بتاعك. مطلوب خطاب النية. تمام? وخطاب الموافقة على شروط المنحة. ومطلوب شهادة طبية تثبت خلوك من الامراض. دي الاوراق المطلوبة. وخلي بالكو ان بالنسبة للسيرة الزاتية هم حطين ملف تكتب فيه بياناتك. يعني انت مش محتاج تعمل سيرة ذاتية لوحدها. لأ انت هتكتب فيه بياناتك. وبالنسبة لخطاب الموافقة على شروط المنحة برضو فيه ملف. طب الملفات دي فين? هورها لكو بعد شوية. تمام? طيب. آآ بالنسبة لاخر موعد للتقديم في هزي المنحة هو واحد اكتوبر الفين وعشرين. ده اخر موعد عشان تقدم في هزي المنحة. طيب. الدراسة تبدأ امتى? الدراسة تبدأ في فبراير الفين واحد وعشرين. تمام كده? ده موعد بدء الدراسة. وهنا عندنا ملاحظة ان احنا كخونات منح من كل الالوان بنوفر خدمات كتيرة جدا. زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزها. يعني لو عايز تقدم انخلان على هزي المنحة. تمام? متاح. آآ الخدمة التانية هي خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي. تجهيز الاوراق بشكل عام. تستخدمها في التقديم لأي منحة. والخدمة التالتة هي خدمة التقديم لأفضل وارخص الجامعات على حسابك الشخصي. تمام? وطبعا اي خدمة من دول هتلاقي استمارة الخدمة دي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تقدر تملى الاستمارة المناسبة وان شاء الله بإذن الله هتم التواصل معك في عرب وقت. تمام كده? طيب. هنا انا هتطلقوا لينكين للينك التقديم للمنحة. التقديم وهنا الاعلان الرسمي للمنح. تعالى نبصوا سريعا كده على الاعلان الرسمي. ونشوف ايه التفاصيل اللي موجودة جوه الاعلان الرسمي. ده موقع الجامعة. تمام? وده الاعلان الرسمي اللي بيوضحه فيه آآ عن المنحة. وهنا بيقول لك ان لازم انت تحافظ على آآ مستواك في المنحة. يعني يعني هنا هم مش طالبين شرط انك لما تيجي تقدم للمنحة يكون مجموعك مثلا خمسة وسبعين في المية او الحاجات دي لأ. هم بيوضحوا لك هنا ان انت المجموع بتاعك لازم يفضل كويس. يعني انت مثلا آآ عديت السنة الاولى في المنحة تقبلت وعديت السنة الاولى لازم ان السنة الاولى مجموعك فيها هيكون كويس. بحيث انك تفضل محافظ على المنحة كل سنة. تمام? فالجزئية دي هنا بتتكلم عن ان لازم انت بتاعك او مجموعك لازم يكون كل سنة مسلا مفقوق الخمسة وسبعين في المية عشان تضمن انك تحافظ على المنحة بشكل جيد. تمام كده? الا لو انت مجموعك يعني آآ آآ بقى قليل جدا. فالمنحة بتتلقى لك. فلازم انك تحافظ كل سنة. وعلى فكرة المجموع ده بسيط جدا انك تجي بخمسة وسبعين في المية ده حاجة سهلة جدا يعني. مش صعبة. فبالتالي مش هيكون عائق يعني للناس. تمام كده? طيب. وهنا موضحين طبعا المصاريف اللي بيوفروها الرواتب الشهرية اللي بيوفروها. وهنا النموذج فاكري النموذج اللي انا قلت عليه اللي هو بتاع السيرة الذاتية وبتاع خطاب الموافقة هنا دي النماذج. تمام? بتعمل لها ده زي ده نموذج السي في. ده نموذج السي في مطلوب حضرتك تملاب بتكتب اسمك تاريخ الميلاد الحاجات دي. وبتمضي في الاخر. تمام? والنموذج التاني بتاع خطاب الموافقة هو ده. برضو انت بتملا بياناتك هنا وبتمضي انك موافق على انك مش يعني مش هتخترق اي قوانين خاصة بالمنحة او اا اي قوانين خاصة بااا البلد او اي شيء. زي ده. تمام? فلازم انك تمضي على هزي الاوراق وترفقها في المنحة. طيب فين هو المنحة اللي انا هقدم فيه وهرفق فيه الاوراق بتاعتين? المنحة محطوط اللينك بتاعه هنا زي ما انا وضحت لكم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان هيفتح معك المنحة. طيب المنحة هو ده. بسيط مش معقد. تمام? مطلوب منك تكتب اسمك اسم العائلة الجندر بتاعك الكنسية بتاعتك رقم جواز الصفر. اه تاريخ اصدار جواز الصفر. العنوان الحالي بتاعك انت قاعد فين? رقم التليفون بتاعك ايميلك. هنا دي جزئة اللغة الانجليزية مش مطلوبة بشكل الزامي. يعني ممكن تحط لو معاك الطيف مش معاك خلاص بتسيبها فاضي او لو معاك شهادة اخرى بتحط درجتها. تمام? فبالتالي مش مطلوب هنا شارية اللغة بشكل الزامي. بتحط بالنسبة للخلفية التعلامية السابقة بتاعتك. انت اا خلصت ايه? او انت مثلا حاليا بتدرس ايه? تمام? دي وهنا بتحط بقى الوسائق. اللي هي صورتك. هنا اللي انت كنت اللي هو الجزئية دي اللي احنا قلناها تملاها. اه تملاه وتطبعه وترفقه برضو هنا خطاب النية تعمله. اه اللي هو خطاب الموافقة هنا شارية اللغة الانجليزية لو معاك بتحطها وخلي بالك. الحاجة اللي بيكون قدام على علامة النجمة الحمراء دي. يعني دي مطلوبة بشكل كباري. ازا كانت مقدمهاش النجمة الحمر يبقى دي عادي جدا. ممكن ترفقها اذا معاك واذا مش معاك خالص. ما بتحط الشارية للغة. وهنا صورة من جواز السفر وصورة اخر مؤهل دراسي. وصورة اه اللي هي الاسبات الصحي او صورة الخلوة من الامراض. تمام كده? فدي الاوراية المطلوبة وده الابليكيشن كاملة. بعد لما بتملك كل البيانات دي بتضغط على كلمة صاب ميت وبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح وبتنتظر النتيجة. تمام? يبقى المنحة بسيطة. فيها تخصصات كثيرة جدا. يعني مش موجودة في منح اخرى زي الطب الهندسة الحاجات دي كلها موجودة. فتقدر انك تقدم عليها بكل سهولة. وبتبقى لعادات كبيرة. فهيكون شيء ممتاز. اضافة ان هذه المنحة متاحة لكل الدول سواء من دولة عربية افريقية اسيوية. تقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة. فلو حابين تقدموا لها يا ريت لان اخر موعد هو واحد اكتوبر الفين وعشرين. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق وليقول لكم فيها زي المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.